برحبا حضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو النهاردة طبعا حابين نتكلم مع حضراتكم على موضوع جميل جدا ومهم لكل أسرة عندها طفلة أو طفلة من زوية القدرات الخاصة أمهات كتير بعتلنا على صفحتنا برضو بيقولونا إزاي إن احنا نستخرج كرنيئ الأعاقة أو كرنيئ الخدمات المتكاملة طبعا الولاد زوية القدرات الخاصة بيبقوا محتاجين الكرنيه ده لإنهو بينفعهم في حاجات كتير وطبعا إحنا كأمهات ممكن ما نكونوش قادرين نفهم فايداته إيه بالزبط وهل فعلا إحنا نسارع ونبادر باستخرج الكرنيئ ولا نتأخر فالنهاردة طبعا ده اللي احنا حابين نعرفه من أستاذ خالد شوقي مدير إدارة الرصد والتنصيق والدعم الفني بالمجلس القومي للأعاقة ورحب به مع حضراتكم أهلا بيك فنم طبعا فنم الناس حبها تعرف قوي إزاي إن هم يستخرجوا الكرنيئ والبداية بتكون منين أولا بالنسبة بحي الجماعة المشاهدين الكرنيئ بنبدأ أول حاجة بالمنطب الاستخراج الكرنيئ وزارة التضامن بفروحها بقى في المحافظات فبتوجه لأقرب مكتب تأهيل تابع للمحافظة فبروح إزاي أنا المكتب تأهيل ده فين أو أنا أول مرة ما أعرفوش فبروح للمحافظة بشوف فين الشؤون الاجتماعية أو مكتب التأهيل التابع للمحافظة في منطقة سكني أقرب مربع سكني عندي يتابع ليه اللي هو بطاعة رقم القوم بتاعة الولد أو شهادة الميلاد يعني الورق اللي ياخدوا معهم إيه؟ الورق اللي هياخدوا معهم هو الورق هم هيتطلبوا منهم إجراءات اللي هو عز التقريب الطبي من جهة رسمية محتمد سواء مستشفيات وزارة الصحة مستشفيات وزارة الدفاع مستشفيات وزارة الداخلية خلاص ده يعني بياخد منه تقريب طبي بالأعقل وبيبدأ بعد كده يروح للمكتب التأهيل بيقدم الأوراق بتاعته بياخد الصور وبيبدأ الصور إيه بقى صور صور شخصية وبياخد التقريب الطبي المعتمد ما يكونش فات عليه يعني ما يكونش فات عليه بياخد تمسور عشان بس بياخده صورتين نبقى معلومات دقيقة شوية بياخد صورتين معاه وبيروح الأقرب ما كان للشؤول الاجتماعية وبيبدأ يملقل بالاستمارة البيانات بعد تقريب الطبي السن المحدد بقى لاستخراج الكرنية عندما ده يعرف ان فيه شخص زوعة كنا أفرض ان شخص مثلا عنده 30 سنة او حصيت له اصابة او حصيت له حدثة هل ده ملوش كرنية؟ لا بيروح طبعا يبدأ يعمل نفس الإجراءات لو طفل صغير والدته أو والده في خلال الأعوام يعني الأشهر الأولى عارف ان الطفل ده وطه عنده إعاقة يبدأ ايه؟ من حقه ان هو يبدأ إجراءات استخراج الكرنية هما الوزارة بدأت لسه ان الكرنية ده جديد فالوزارة عندها ضغط طبعا فبدأت بالإعاقات الشديدة ده السؤال انت كنت أجيب طبعا ان كل الناس هتسأل عليه فيه احنا بنروح ولسه ما فتحش المرحلة التانية هما كانوا بدقين بالإعاقات الصعبة أول مرحلة كانت حوالي 500 ألف بطاعة لان دي كانت وزارة التضامن عندها يعني النظام اتغير مش النظام اتغير هو فيه بطاعة الخدمات دي مميكانة دلوقتي تطلع كانت زي كرنية الفيزا كرت الفيزا بطاعة مميكانة عشان يصاب تزويرها وعليها كل البيانات لانها بتحول باللوقتي للحياة الرقمية كل حاجة بالأرقام كل حاجة بالكمبيوتر علي كل جميع البيانات ايه احتياجاته هو في سنة كام بدرسة ايه الانواع الاعاقة ايه الحاجة كل دا مكتوبة على الكرنية كل دا موجود على والبطاعة بتاعته سهل انك تحدسيها لو الاعاقة تطورت سواء زادت او قلت طيب يا دكتور هل الكرنية دا بيكون ممكن برضو يستخدموا الاطفال اللي هم عندهم الاقزام يسموا الاقزام لان هم بعتوا لنا برضو اه طبعا في قانون الجديد هم هم يعتبر بالنسبة الاء بالنسبة الاقزام للي حد تول معين موجود دا طبعا اللي هي التقريب طب هو اللي قول عليها بطل قد كده بس الاول ما كانش بيستخرج الاقزام لا 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 ما كانش واجهد الاقزام ما كانش مدرجا في فئة الاشخاص او العاقة وعلا في سن معين الاقزام يتوجهه للوزارة او يتوجهه للجهة المنط بيها لا استخراج الكرنية لا اول كرنية بيطلع بالنسبة للقزمة للقزم وبيقولك عن 18 سنة تبليه مش وهم اطفال يعطان لا فيه بالنسبة للاطفال برضو هو بيقدر يروح بس وعد حسب تاريخ طبي انا مش دكتور حسب اللاجنة الطبية ما هو المنطبي وزارة التضامن ووزارة الصحة يعني هو فعلا انفعش يعملوا الاخزام وهم اطفال ما لهمش كرنيه اعقل ما احنا مش عارفين هو ده وقت دي حاجة بقى ترجع للوزارة الصحة هو اللي بيحدد القزمة من ان ده هيبقى قزم او هيبقى انسان عادي مش جرسة واعقة لان القزمة بتسجل هو الاعقة هي مجرد الحواجز اللي بتقابلني انا على ولد شرق لكورسي فبقابل سلم ان هيبقى عندي اعقة يعني العقة مش مقصود بها الجزم ومقصود اللي هي تأديهة الوظايف يعني النهاردة يزينا عرف من حضرتك هل الطفل القزمي يتمتع بيستخرج الكرنيه ولا لا هو بالنسبة اللي بقولك ما عددت للدكتور هو اللي بيحدد بتأريد طبي هو يقولك انسان الولد دوت قزم و الا طبيعي وممكن يستخرج الكرنيه ومش لازم 18 سنه بيتأريد طبي بيتأريد طبي بيتأريد طبي او بش ان سواء يخص ذوي عاقة هو بيبقى بإقسف القزمي بتحدد التأريد الطبي اللي بيقει ايهة بيماره ي shell بيبقى بيماركوف به ممكن يستخرجه طالمااي الحية طالما عنده عاقة طالما عنده عاقة طالما عنده عاقة او اي صعوبة هو قزمه قزم ما مشال يقول أنه قزم وأنا مش قزم يقول قزم مين؟ التقريض التقريض طب هو دوت اللي هي الجامعين ونظر بها وزارة الصحة دكتور إيه الفائدة اللي بتعود على ولدنا من زوال القدرات الخاصة من الكرنين الكرنين دوت لي بعض الفوائد تحت له الدولة والقانون الأشخاص زوال العقة والإرادة السياسية للدولة والرسام فتاح السيسي داعم جدا للأشخاص زوال العقة وأضرد الأشخاص زوال العقة والقانون أتاح لهم جميع الحريات اللي هو يعني زي يعني زي يروح يلعب رياضي زي يخش السينما زي يبقى مودمك في المدرسة زي يقدر يحق الترفيه حتى القانون شارح واضح كل المواد دي بالنسبة للقانون بالنسبة لبطاقتك يا نيه إيه هو اللي يزبط يعني حالك معاك يبطاقة رقم قوم مكتوب فيها ونسة متزوجها كذا كبينتك لأي الأقب يكتب يبقى خالي شاء وزكي العاقة يبقى كده ايه بيت ايه ضعاة ده هو يعني الإثبات العاقة منعن عليه بتاكد الحقوق اللي بتتاحها الدولة انتهي تايسيرات يقدر دارة تركاب المترو بتزكرة مخفضة يعني مثلا بتزكرة المترو تروح من خمسة جنيه سبعة جنيه لأ من نص جنيه لجميع الخطوط لجميع الحطوط يعني خوائد متوقفة بس عن المواصلات المواصلات العطر لا بس حاجة تانية الإسكان بتقديمي في الإعلام بخمسة في المية من سن كام حسب الإعلام بقى إعلام بحد من واحد وعشرين سنة واثنين وعشرين سنة الحاجة خمسة واربعين حسب الإعلام منازل تنطبق عليها شروط السن للعاقة أو غير العاقة هي واحد السن طب إيه الفرق بين الكرني القديم وكرني الخدمات المتكاملة اللي إحنا سمعنا عن الحديث الحديث دو اسمه حديث يعني حديث يعني فيه كل بياناتك الكرني التاني كان ورقة ومكتوبة على الاسم والعاقة حركية أو يعني بقول إن ده شخص ده وعاقة لكن إيه هي العاقة هالعاقة سمعية بصرية مش موجود منحدد طب إيه الدعم اللي بياخدوا إيه اللي مش وياخدوا إيه الحقول اللي بترتب عليها وكان سهل تزويره ده يصعب تزويره لأنه عمي ذكرت في جيزة بس ضبط هدريك كنت قلتاني إن هو بيستخدم بره كمية آه طبعا بصي فان بالدول اللي هي العربية أو الأجنبية اللي بتعملنها بالمثل بيستعمل عندهم يعني هم بيقدموا خدمات أنا كشخص زوية العاقة هو موجود في دولة عربية مثلا فالدولة بتعمل إيه؟ بتقدم خدمات للأشخاص زوية العاقة المصرية يعني لو مثلا مخيم شرط الإقابة خلاص أو حتى لو في رحلة يعني مثلا هو مثلا جاي رحلة طبعا معاك كدني الإعاقة والبلد أنا ما بروح رحلة بقدمولي بعض الخدمات أنا بقدمون بعض الخدمات طيب يا فنم هل القرار الجديد اللي إحنا تمعنا عنه اللي بيخير زوية الإعاقة بين السيارة وبين المعاش في القانون الجديد أو في القرنية الجديد ليه بقى يا فنمو إزاي؟ لأن السيارة دلوقتي بات مغومة بالكامل السيارة مغومة بالدون الجمالك فإنت دلوقتي إنسان شخص قادر أنك تشتري عربية فإذا كافل وقرامة ده ما عاش للإيه؟ لحد الأدنى يعني شخص زوية عاقة مالوش عائلة مالوش نحل مالوش شغلانة فالدولة بترعاها وتتديله إن هو يقدر يعيش لكن ما أنا بقاش أنا عندي عربية وباخد حق مش بش يعني أنا عندي عربية خلاص يعني إذا أنا جبت حق العربية دي من حتى لو أنا يعني لو أخواتي ساعدوني ووالدي ساعدني أنا ما بشتغلش فهم ده دوت الايه اللي استقر عليه الايه؟ الرأي استقر الرأي إن إما العربية يا إما المعاش انا المعاش، يعني يخير بين الأمرين قيلا إن هي المعاش أصلا هو العربية المعاش مش مخير هو انا دهوقتي بتتدي معاش خ 빠yrics انت قسمتها لجي إلى العربية إيه إذا، خد skeptical ما معاش له؟ المعاش ليه ضوابط يعني المعاش ليه ضوابط دهوقت دية أنت ما يكونش عندك دخل محدش بيعولك لأخوتي ولا أختك ولا ولدك ولا والدتك ولا عندك ورس ولا عندك شغله ولا عندك دخل طب إنت كنت العربية من هنا طب لو جبت العربية لحوة تبقى منزيم من هنا وصعب يعني حتى غير قادر واحد يداني العربية حتى احنا طبعا يا فندم استفنى جدا النهاردة من حضرتك ان احنا ازاي نقدر نطلع الكرنين لولادنا وايه الافادة اللي عتمود علينا وان شاء الله تبقى حضرتك معنا طبعا بتمثل المجلس وده شرف عظيم دينا وجودك معنا وتبقى معنا ان شاء الله في حلقة تانية بشكر حضرتك جدا في نهاية الفقرة والاشخاص زي والعقل كلهم في مصر وتعياتنا والسادة المشاهدين وبلغوا تحيات دكتور اشرف مرعي اوه طبعا استاذ دكتور اشرف مرعي يعني واحنا عاجبين عن الشكر طبعا قومل اشخاص زي والعقل وربنا نسل ومصر ومصر تبقى جميلة ومصر تبقى احسن واحنا في تطور والعقل الحمد لله ان شاء الله اه بالإدارة السياسية الرئيس عفتاح السيسي ورئيس الوزراء والحكومات والوزرات وننصك منهم واحنا وصلنا لحاجات يعني تخضوا في العقل جامد ان شاء الله اللي جاي يكون افضل والجاي افضل وحضراتكم طبعا عاملين مجهود دميل وان شاء الله اللي جاي يكون افضل شكرا جزينا نورتنا وشرفتنا الله خليك شكرا احطلع مع حضرتكم تقرير عن بطل بطل في الكاراتين من المتحدي اعوكا حرقية ونشوف التقرير مع بعض احطلع مع بعض المتحدي شكرا 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 احطلع مع بعض المتحدي ثلاثام اشتركوا في القناة 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 يعني اقدروا يوصلوا للتميز اللي انت فيه فعلا النجال الرياضي او في التعليم انت حصلت على بكريليوس ومن الوائل متفوق وحصلت على مدليات والشهادات لو الكاميرا تجيبها يعني احنا مش عارفين نمسك ايه ولا ايه ولا ايه يعني واشاء الله شهادات كتيرة جدا ومدليات كتيرة فعلا يعني ده بوضح المجهود والتميز ووضح ان فيه دعم وراك من الاسرة الحمد لله رب العالمين وانا عندي مقولة شهيرة جدا يعني الطاقة تغلب الاعاقة وانا لا اعترف بكلمة الاعاقة لانها كلمة همشية المجتمع هو اللي خلقها الاعاقة هي عاقة فكر وعاقة سلوك وليست عاقة حركة وعاقة زهنة او ما الى ذلك وده اللي احنا شايفينه فعلا الحمد لله رب العالمين بتحلم باي يا براين انا بحلم زي اي انسان في المجتمع بيحلم بحياة كريمة بيحلم ان هو يكون يعني يعيش في المجتمع ان هو يكون له مكانته في المجتمع انا دلوقتي انسان من زول القدرات الخاصة واند عاقة حركية والحمد لله تميزت في الدراسة وحصل على امتياز مع مرتبة الشرف انا نفسي يعني نفسي الدولة تهتم ب وهي مهتمة فعلا بزول القدرات الخاصة انا نفسي بمجال عمل نفسي في وظيفة تناسب مؤهلة دراسة انا حصل على كلية التربية قسم اللي هو العربية وهو من اعرق الاقسام في الكلية وحصلت على امتياز مع مرتبة الشرف وكنت اني الاول الحمد لله وعندي اخي فعلا اخويا محمد من زول القدرات الخاصة نفسي الحكومة او الدولة المصرية زي ما هي بتهتم فعلا بزول القدرات الخاصة تزود الاهتمام ويكون لنا مكان عن طريق العمل والوظيفة انا نفسي ان شاء الله نفسي اكون من ابطال العالم في الكارتيه ونفسي ان انا اتوظف اكون حتى في معهد الازهاري او في المدرسة الابتدائية اكون معلم للاجيال القادمة وحضرتك لسه هي لان انا قدوة فان شاء الله بإذن الله هتمنى انا قدوة الاطفال ان شاء الله بشكرك في نهاية الفقرة بشكرك وان شاء الله كل امانيك وكل احلامك تتحقق ويا رب ان شاء الله من خليل برنامجنا كده كل حاجة جميلة تتحقق شرفتنا يا ابراهيم ومجد انت نموذك جميل اول لولادنا من زول القدرات الخاصة وان شاء الله تبقى معانا في حلقات تانية في نهاية الحلقة بشكر حضرتكم واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج موما شاف